اشتركوا في القناة نخبّع لك بأنه عمل باسبورت غادي يقول لك ماشي الأقادر و تجبره و ماشي لتركيا إذاً راشي حاجة ماشي تلتمنى قلينا في تركيا سفي قطع لي التاليفون قطع لي التاليفون سفي أنه قلي الوالدان سيني قلي الوالدان سيني و يعني أنا كنسميهم طلقات رصاصية دي أنا باش قليك الإبن ديالك الوالدة أنا في تركيا سفي نسيني حسيت أن خانجروا تضر في قلب حسيت أن حول مطار ميد مستقيل قصحة قصحة من ثم أبدأ مشوار المحن ماشي ماشي ما سنعمل مابقي نشي نقدروا حتى مابقي نشي نقدر ممشي 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 هذا المخيم هو رواق من أرويقة الجحيم استعباد استغلال موسيقى 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 ترجمة الدار كان المعارس العربة أحصار الفة ها نقول المحاولات وصلت في السبت تلاحظ البيت كيف يمشى العصة وعمر مر مر قلت يمكن مشى مع صاحب العصة قلت صافي يمكن مشى مع صاحب العصة وجاء وطعط طلبة معه وصلت لأشياء ومشى لا يمكنش بقيت شي كامل صافي كان صغني صغني كامنين يمكن مشى مع صاحب العصة وصافي قلت عن كتنا حياتك وفاجة منهم، يمكن مشى بنا وكان من المشى مع صاحب العصة كنت شكرا مع صاحب العصة قلتك اللحظة هذيك كنت ضربة كنت ضربة سمع الحمد صابي اللي مشالتك الموت عنك نقول مغير جاعش فعلا ابني ضحية لان ابني مغرر به ابني الولد يلي اللي ما عنده حتى حتى انتماء ما عنده حتى تحزب ما عنده حتى ما عنده شي شاب من المدرسة للدار فجأة فجأة نقال بدك الشاب ورجع يداوم على الصلاة في المسجد يداوم على قراءة القرآن احنا في الاول فرحنا قلنا الهداية من عند الله والحمد لله ولكن تفاجئنا بأنه راه انحراف بشكل اخر يعني حتى تفاجئنا بأنه راه انشاء كان اول خروج دياله كان 29 شهر واحد 2016 هذا الخروج دياله قال لي انا مصافر الاغادير من مورها غادي نوصل نهار واحد جوج 2016 غنعرف ولدي انا فتوركيا وصلني المساج بأنه ولدي راه فتوركيا انا غير لفي انا ولدي فتوركيا صافي عرفت راسي بأنه شي حاجة ماشي تلتمة لأنه شاب معاك ولدك عايش معاك عمل باسبور وانتي انا ما عارفاش مخبي عليك بأنه عمل باسبور غادي يقول لك ماشي الاغادير و تجبرو ماشي لتوركيا اذا انا غادي حاجة ماشي تلتمة عمره ما خرج بحديته كان دائما احنا يكنخرجوه كان صافره جماعة كان يلا صافر بحديته و يكون ماشي عند خلته يعني عند يعني ماشي عند العائلة وصافي خلينا فتوركيا صافي وقطع لي التليفون قطع لي التليفون صافي انه قلي الولدة نسيني ويعني انه كان سميهم طلقات رصاصية دي انه بشو قليك الابن ديالك الولدة انا فتوركيا صافي نسيني ويقطع لك التليفون إذن شو نودي كل موقف دي لك يعني حسيت أن خانجروا تضرب في قلبي حسيت أن حول مطار من يدي قصحة قصحة نبدأ ميشور المحان ميشور المحان شونو غاد نعمل باش احنا نبقنا لكي نقدروا حتى ما بقيتش لواحد اللحظة ما بقيتش نقدر نمشي هكا عند صحابتي نمشي كان دوز من الشارع يقول كل شي يشوف فيها كانت صيفية وبضبط نهار ثاني عيد صغير كان العيد صغير لديك العام مهدك 2015 سبعة ولكن نهار رنسيته ما يكذب شارك النهار ما قالي شي باني ديك ساعتك هز حوجاته غير ما ليطاهدة عادية قال يا مما أنا ملشي نخيمه مع الدراري دمع حوجاته طبيعية جيتنا قلت له من اللي طلعتين فوقي ومجبرتهم مدى لتحجز عمد السخانة قلت له من اللي طلعتين فوقي ومجبرتهم مدى لتحجز عمد السخانة قلت له ابني في مديتي تحجز عمد البحار قلت غاتبشي تخيمشوا وقال لهم احنا هنكري ومجبر مع بعضتنا الدراري فيها كل شي فهمتي صافي ديك شلي هذي كان نطمن على ابني ماشي نبحر لاحظم دايما كيمشيوا ماشي أول مرة والآخر مرة تاجا مقدم كيدو قال لي يالله غدا قال لي بانك ما كينش يومين 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 قال لي بانك ما كينش قلت له يا كلاباس مغرق قال لي لا مغرقش يبانك خرج البلاد في ذلك الساعة كانت تجيب وتعلمونه. صدمة ما كده بشيري. في ديكسة أصلاً ما بكيتشي. أصلاً صفي ما توقعتاشي. ما قال ليش إلى داعش ولا ديكسة بدي حي. قال لي بأنك مشان تركيا ومن تركيا ما كينشي في تركيا في ديكسة. بقين كانوا بقي لما وصلوا. فهمتي. أنا قلت له أني لمشان تركيا. أنا بني بغيت يجيبه لي دابا. أنا بني كبرته تعمل 24 سنة. وتعبت عليه وشقيت عليه وقريته. حتى وصلين هاد السن هادوان صيفته يا نانشي موطا. أنا لو كنت صيفته. أنا أختي قتلي ديه صغير من خارج وما خليتاشي. قتلي نعملوا بني ونعملوا كوغط وما خليتاشي بني. كان قصني يبقى مفداية. فهمت؟ لكسة أصفي. بقينا هيدك أنا قلت لك يومين. لكسة عايت لي هو. عايت لي قليا مما نمشيت. ما شان حس أختي. ما حتى شان قل لك. رأمي كانت فكرة حالي كانت تدبع. المهم ديك ساعتك بقى. بقى شحال مع الأخير قال لي مما صافي ديك سعنا نتواصل معك. صراحة بقيت كغوتي معها قلت لأم انتي نبني ما نايمك وني مشيتي صافي ما بقيش تعرفني. جوا قال لي لا مما بتقول شي هيبك. يقول يا مما دا باسمح لي واللي اطلع طاه. ويلا بقت بالروح حلوة الانتلاقاو. عندك ساعتك صافي. بقى هيداك شحالة دي. بقى شكي تاصر بيا. كان بديك الساعة. عاودتها من شي ست شهور ولا سبعة شهور. عاودتك تاصر بيا. قاك تاصر بيا هيدا غفواتساب مارا مارا الها ترائدة. بقى احنا اصلا ريزو عنا قليل هنا يا فبتجي نحنيان. بقى لنا ودك نجبر صيفطلي وانا ما كنكون شي حلة فهمت. احطان هاللي جوج قال لي اماما انا جوجت. احطان قلت له صافي ابني جوجت الله يعونك. شان قل لك انا ما عندي جوجت عليك لغال الحق عليك تما باش نشيبك وباش نعديك. جوجت عملت الحيات ديالك صافي. انه هذا عاود لي خلاق له العزري. قال لي قلت له ابني بضر الدين. هيدا. قلت له بضر الدين. وانت هنا ابني غتجرب الكبدة. قلت له كما جربتها ينادي غتجربها. لك ساعة قطع لي يا ما قطع شي اهضر. قطع لي يا ما قطع شي اهضر. مشان سوريا قرج هذي سبع سنين من اللي مشى. واربع سنين هي اللي مشى تخباره مرة موقاشي عندي تشي خبار عليه. ما عرفت ولا ميت ولا برح ولا تشني. قالونا مع الأكرد. ولكن ما عرفين تحاجد تشي خبار. سيمانا. سيمانا وعاد عيط. وحلي لاف الفجير. فتصونا. شب رباهو طول طولوانا. سمعوك يقع سمع اشتبع لك يا قلب هاد. انوار. يكا انوار. شتنا قلت له. شب رتو قد كان من كدب شعلك. انصافي بقتع. شو قلي شوف قدر الله ما شأفعل. قدر لقلي ما عرفت يا راسي. قدر الله ما شأفعل. شانت ما كنك يتعطل ما يتعطل ما يهضر شي معي. ونشي نسا قسي الناس اللي مشاوله مولاده. يقول ما نخسني تنساني. الشي واحد يقدر ينسي أولاده. يقدر تو واحد ينسي. ساعة ساعة وكانت وصل معه. في الاخر بدك يقول رجي يا فل الله وفيك. نقصني نقل نمشي فلده. شي هذا ما شئ هو عادك. اه. ونقول للحبيبك نجبرك نبيع واحد عينينا. ونخلي واحدها لحسابي. ونجي نطر ونجي بك. كي قول أنا رجي يا فل الله وفيك. واني نجيت لهنا ما عرفت شي هذا ما عرفت. كي قول في حالي كنت عيني مجدودين. وحالي تنفح الموطع ما عرفت شي شكو جابني. كان كي هدى ساعة ساعة وكي بقى ست شهور. خمس شهور. عادي صيفتك الأوديو. يقول لي قدر الله ما شاء فعل. صافي. فهذا الدخل صافي. يقول رجي يا فل الله وفيكم. خصني نرجع لبلادي. نرجع كيف كنت. والحبيب ما كيف نعمل لك. بالعكس أنا أحيانا اللي كانت تجيني ديك. الإحساس بالندم. إحساس تنحم الرأسي فوق الطاقة. اللي كان نقول لا. أنا السبب. أنا حقا أنا ربيته تربية. مفشة. ربيته دائما طب طب عليه. ما نخلي شي صفر بحدته. دائما خارجها معاه. الأساتيدة نمشي معاه المدرسة. يعني دائما معول عليها بالزاف الحويش. ربما أنا كنقول أحيانا كنقول لا. ما طلعتوشي راجل. طلعتوشي راجل. ما طلعتو أحيانا. حتى الطيقة ما ما ربيتوش. ما علمتوشي الطيقة في النفس. في نفسه. خليتو مهزوز. لدرجة أن مجرد ما بعد ما مضار في اللي كلاس بغيبة. مشات هذا خرج ديك الساعة. يعني بسهولة قدروي لعبو بي. ولكن يعني ما عرفت شان على زماج. كيفاش شنو الطريقة باش دخلو لهاد السيدة. لهاد الولدات. أنا الإبن ديالي فاش وصلت بميا. راح كانوا معاه تماده كاتيرا. كانوا معاه مهندسين. كان معاه فئة شباب متقف. يعني كيفاش عملو لهم. كيفاش غسلو لهم دماغهم. الله أعلم. هو عمره ما كان عنده هاد الفكر هذا. فكر قتالي أو لا. لأن شنوه فاش مشاح توصلت بميا. بدك يقول لي أنا مشيت على أساس كما يقولوا لي. كان الجامعات. الجامعات في تمايا في سوريا. الجامعات في العراق. جامعات كبيرة. وقد غدين دخول وغدين كمال قرأتي. غدين قرأت تمايا. وغدين نفعهم زيما بالقرية ديالي. وأنه تما كي الإسلام. وكي ندد دولة الخلافة. وكي نبحل عهد الرسول. وفحل اسميته. ما كانش الضول. هاد شي هو هاد هو اللي سياق فين امشى. فين امشى هو هاد هو الهدف اللي دهنا لتمايا. وربما هاد شي باش لعبوله على رأسه. ولكني صلت مايا له. وانا بقيت الشباب. وصلت ما ملقى تاشي حاجة. كل شي خراب وضمار وحرب. وتاشي حاجة ما هي واضحة تاشي. يعني معالم دولة ما واضح. والحنين هو المرضي. هو العمرو ما يعلي عينته شي واحد. كان واحد الشاب القراية كان يجي هو اللي. كي يقرأ وصول الدين. كان العمل الأخرى دياله في الكلية. يصلي صلاة دياله. كي يضحك مع أخواته. كي زعمه عادي. يقول لك صلي. يقول لك زعمه. كي يردك ذلك. ولا كان شي حاجة جيدة لا. كان التصرفة دياله عادي. وكان خليه في الدار. في حالي كي يمشي. يقول لي مشي فيما. بغيت نخليه في الدار. كي يوجد نخوطه. كي هو خليه في الدار. بحالي خليت شي واحدة كبيرة. ما عمر يشفت على شي حاجة. كي يقرأ صافي ووجي لدار. ما عمر بيين. لي غايمشي. غايمشي نيشن. كان يقول لي. يزعم هادي مزيان. هادي عيانة. هادي حرامة. كي يقول لي. تشوف هادي. تشوف هادي. كي يقول شي غايمشي. ما عمره. ما عمره. ما عمره. ما عمره. كي عرفني. كان يقول لي مشي نعلم به. كي عمل باسابرت. احنا هنالس يتوانكوش يعمل باسابرت. ما يتوف تنخر مشا اذك. قلت صافي ما نعرف. قلت باسابرت. هو بيدو عطاه لي. قل لي هاك. ما كنت شك ندوم في شي حاجة. اللي غايمشي حاجة. ولا ما. هو. ما كتشي كي يحبي تصوى. هو. ما كتشي كي بغير تصوى. عمر تصوى. فوق تصوى. لبيتا قليلا. وصف. ما كتشي بغير تصوى. في تلفونات ولا شي حاجة. ما كتشي عنده. جوجة ما عنده المره. وعنده البنت. عنده أربع سنة. القلب يتحرق دايما. دايما. دايما القديل يتحرق. دايما. نشينا لرباط. الحقوق الإنسان. عملنا. ما خالينا. ليك يقولون شي حاجة نكرا. احنا ربي عالم بنا. وحسوا بي الأمهات. أنا فاش كانت صدمة ديالي. أنا فاش مشي ديالي. ابن ديالي. ابن تسعتاشل سنة. حلم ربيت. وربعتاشل سنة. تسعتاشل سنة. عفوا. كبرته. والساعة اللي شبرت طريق دياله. ودخل مدرسة المهندسيين. وكانت سنة يتخرج. وكانت حلم أنني نزوجه. وأنني نفرح بوليداته. تنتفاجأ بأن ولدي مشاه. طار الحلم منيادي. إذن هنا يا كانت صدمة وصدمة كبيرة. فعلا مشي سهلة لي. مشي سهلة لي كأم. وكان ظن أن الأمهات رح حسن بهذه المسألة هذه. أنني مرت. أنني وصلت لدرجة. لدرجة تالتة في الاكتئاب. ديك الرسالة اللي جاتني. أنا فارت تقطع الاتصال مع الإبن ديالي. كيقول لي صافي أنا خارج. أنا هارب. أنا غدين هارب منهم. أنا ماشي. يعني هروب. واحد هارب من عندهم. يعني إلا وهارب من تفكير المتطرف ديالهم. إلا وراه شاف بعينه. وما عجبوش. وما اقتنعش بدك شي. وهارب. هارب بعد ذيك المحاولة ذي الهارب دياله. فيها غادي تقطع الاتصال دياله بيا. أنا صافي ذيك سأقول تجد الحواج. والدي غادي يكون مات. يكون مات. أو لا. رافشي اعتقار بلي عالم. وعالم بيش كل غادي يكون داون. إلا حتى دازت واحد المدة ديرت 4 شهور. ما كان فيها تشي تصل تشي حاجة. اللي حتاجتني. صعيبة بالزفن. ما تكون. ما زال تعرف واحد مات. مثلا. كتقول الله يرحمه. هاد شي اللي كتب الله. ما كتعرف والو. ما كتبقى بينا قوسين. هنا يام دي جاتني رسالة. جاتني واحد مكالمة من الرباط. من الرباط. أنا رعي طولي قالوا. مادام مريم. كفلوش كون معي. قلي معك الصليب الأحمر. أنا ديك الكلمة ديالت الصليب الأحمر. قبل ما يكملوه. قلت له شنو واقع لولدي. شنو واقع لولدي. قل لي ولدك شنو. ما عرف عليه والو. قل لي ولدك معتقال في سوريا. ما كان آمين. كيفاش ما كان آمين. أنا سوريا وما كان آمين. أنا كتجيني تناقض هادا. تناقض. قل لي لا راه المهم هادا. ودبا هنجتك واحدة الرسالة. وباش ما نخلعك شي. هيا نحن بالصحة جيدة. قلت له مهم. قلت له دبا شنو نعمل. قل لي دبا شنو ما الإجراءت اللي نعمل. أنا بغيت ولي رجع. هنا يا بدينا. بدينا المشور. مشيت اللي عندهم الصليب الأحمر. شرحوا وليات. حاطفوا معايا. وروا وليا شنو نعمل. مشيت عملت الطالب في وزارة الخارجية. نزلت هاداك الطالب. وبقيت كان. يعني كانت سناك. كنت كل شهر كان نزل الرباط. كل شهر كان نزل الرباط. إلا حتى اهتديت لهذا الفكرة. بالمساعدة ديالناس. ناس نوجهوني ونصحوني. وقالوا لي غاد شوفي. تشكلة تنسيقية. كي ما قلت لكم. ديس كانت رق الأبواب. كي اللي صدها في الوجه ديالنا. كي اللي تعاطف. كي اللي. إلا حتى. واحد اللحظة. اللي غاد نقرافه. واحد المقال. انه على هادا. التنسيقية. اللي تيطر أساسي. أبلازيز البقالي. هنا يتصلت بديس كانت فتش. على الرقم دياله. وصلت ليلو. توصلت معاه. فعلا تفقنا على إنشاء هادا. التنسيقية. التنسيقية. من هنا يا بدينا. بدينا المشوار ديالنا. بدينا كانت تواصلوا مع النساء. مع العائلات. فيما كان عارفوا مثلا شيء أسراره. الابن ديالها مثلا. مشاو اللي بنتها مشات. كانت تواصلوا معاه في أي مدينة. مثلا هذيك سيدة مثلا. انا توصلت بوحدة فاس. او لوحدة بطنجة. هي قادتني مثلا. هي كاتمشيل عندك صحابة اللي كاتعرف الجيرا ديالا والعائلة ديالا واللي عارفة مشاو. عاود كاتتعطيني ذي. ده شي كيعطينا الرقم ديال شي شي كيعطينا الرقم ديال شي. إلي حتى كونا واحد المجموعة ديال اللي بأسا بها من الناس اللي مشاولي. هنا يا شنو كان لابد باش غادي نطرقوا الابواب ديال الإعلام. كان عادي ما في هوالو. من القراء. مع الناس. مع الدراري. مع البنات. مع كل شي. وصلنا واحد ديال سين. بقى كيلعب الكورة. عادي كيمشين مع الدراري. كيمشين لعراسات. كيمشين كل شي مع خالاتهم. مع كل شي مع كينشين مشكل. ولي وصل 24 سنة. كملت تكوين ديالو. مع البنات. مع جمعين. مع الدلين. كل شي تطور. كييجيبهم لي. كيوريهم لي. كيقول يا ماما. كييجي والبنات هنا تمرتا. مثلا من الحاو ما كيهضروا. مع كل شي زعم عادي. ما فيت حاجة. كييصلي فيها الناس. كييصن فيها الناس. ما كينتا. ما كينتا مشكل. أما زعمية. كل يوم أنا مشيت. عنا شي مجموعة. ولا عنا شي حاجة. ما كينش. كينش يمتك شي هادك. فهمت. كييطلع عن البيت ديالو. هو من فوقي. هو وخا. كينعسو طابعيين. كينوضو طابعيين. كيمشين التكوين ديالو. كان طابعي. الحمد لله أنا وريتلك تطور. كيف اللبس ديالو. كيف كل شي. لكن هو كانت فيه وحد طبيعة. في شكال. فهمت كينتحك ويهضار ويجمع. ولا كانت شي حاجة. ولا ولاني فيها. فهمت. مع الناس ديالحومة. مع كل شي. أحنين فيها. ويعاول الناس ديالحومة. ده بات جيران. أنا يكنو كينو كينو كيقاملو كيبيتو. يعيطولو. أبدر الدينة. جي عاولنا. يمشي عاولنهم. فهمت. ما شي زعمل شي واحد مذمت. ما كيهضر. ما كيتكلم أو لا. ما كيتفرش شي. كان كيتفرش الكورة. أنا قلت لك كيمشي يلعب الكورة. كيعمل كل شي. أنا كنقوله وكنعوده. لو كنت عرفتو حسابيه. مخطن بالله غالي بالله. يتقبط هنا أحسن في بلاده. بدان نشوفوه نعفو فين هو. فهمت. ما شيف حال دابا. دهما ما كتعرفو أنا قلت لك لمية. ولا بروح. ولا شني وقع لهم. ولا تحاجم. ما كتعرفش شني كيه. جاء واحد النهار. كسا عما بقى شي كي التصل بي. حتى التصلت بي مراته. قلت لي أخلتي. ربا دردتين تقبط. وأنا رانا في المخيم أنا ولادي. فتنا قلت لك كيفاش قلت لي أجلي. طلاقت لي تقبط. ودوهم الأكرد. صاف. كسا عما بقى أنا قلت لك. بقى شي عام هيداك. صيف طلال برا ليلا. صيف طلال برا قلا. أنا في الشيزين في لبلاني. أما أنا قلت لك دابا علي. قلت لك ثلاث سنين ما سمعت صوته. عامين ونص بعد دهو قبلها. ما عارفاهم شي دابا واش بروه واش ميت واش هديك. دابا مديك البرا اللي صيف طلال برا لولو مديك الساعة. أن هذا الموضوع كان من الأشياء المسكوتة عنها. يعني الناس كل شي عنده تخوف. كل شي من كامش على نفسه. ومن طاوي على نفسه. وخايف يهضر على هذا الموضوع. هذا هو اللي عملت التنسيقية دينا. أن نحن يقدرات نزع السيطار على هذا الموضوع هذا. يقدرات تخرجوا للمناقشة وتخرجوا للحديث العلني وتخرجوا. إذا نحن في الأول كنا بحل شي ناس اللي واقفين على أرض ملغامة. ملغامة. يعني كان عندنا تخوف من الإعلام ما يوقفش معانا. كان عندنا تخوف من الأمنيين. كان عندنا تخوف من الشعب المغربي. ولكن الحمد لله. الحمد لله كان هناك وحد يعني كان وحد تعاطف نعم. كان وحد تعاطف لا من الشعب المغربي. والحمد لله أننا نحن يأسسنا التنسيقية. وخرجنا فيها للإعلام وتحدثنا على الملف. والحمد لله ما كانش عندنا شي اعتراض من الأمنيين. الله يجزيهم بخير. يعني هذا رف حداته ورده أخضر. باش نستمروا في الطريق دينا. بحكم عملي داخل التنسيقية. فأنا أتواصل مع النساء داخل مخيمات. داخل مخيمات. ولكن النساء يعني ماشي يعني بطريقتين أو بأخرى ماشي الهواتف ممنوعة تمايا. ممنوع الهواتف. يعني كان طرق دينا نحنية باش كنقدروا نتواصلوه. باش كنقدروا نعرفوا الأخبار ديالهم. بالنسبة الإحصائية اللي عندنا دابة. عندنا الرجال 130 معتقل. وبالنسبة النيساء 97. وبالنسبة الأطفال المرافقين للأمهات ديالهم 262. وبالنسبة الأطفال اليتامة 25. إذن هذه هي الإحصائية اللي عندنا. مهم إحنا يمنع مننا ميلة لكل معتقل وكل محتجزة. بدينا كالرسلو. بدينا كالرسلو جهات يعني رسلنا وزارة الخارجية. رسلنا مسؤولين في وزارة الداخلية من أمثل سعب الحق الخيام. فاش كان أنا دك مدير المكتب. ثم السيدة عبدالطيف الحموشي يعني رسلنا الديوان الملكي. وتنستعطفوهم في الرسائل ديالنا. باش يرحلوا الأبناء ديالنا. باش يرحلوهم. رسلنا السيدة أمينة أبو عياش رئيسة المجلس الوطني للحقوق الإنسان. المهم هنا بدينا التنسيقية بدت تكتف الجهود ديالها. يعني بدينا كنخرجوا. هنا كنديروا لقاءات وحوارات صحفية. وكن نزلوا في الإعلام إلا حتى ولت تعرفت التنسيقية. ولو الناس كيتصلوا بنا. أنا رأي الإبن ديالي عندي في سوريا. أنا رأي الإبن ديالي عندي في العراق. أنا رأي البنتي هنا هنا. بدأوا الناس هذا. بدينا كنسجلوك. سجلو الناس واستمرين على هاتطريقات. إذن هنا من هذه اللقاءات هنا. هنا جدنا فكرة أننا لقينا روسنا. أننا لازمنا لربط وحد الخيط مع المؤسسات الشريعية. لا بد من المؤسسات الشريعية هنا. هنا فستطعنا باش نعملوا تواصل مع برلماني من الأصالة المعاصرة اللي هو سيد عبدالطيف وهبي. حيث تطرح واحد سؤال داخل البرلمان. هذا السؤال أدى إلى تشكيل لجنة الاستقصاء. إذن هذه اللجنة كانت سؤال في الأول حول مشكلة النساء والأطفال. من بعد قلنا تشكلت اللجنة. ومن ثم كان وجودنا ضروري مع هذه اللجنة. هذا بحكم أننا هو المخاطب الوحيد. لأننا مجموعة دي الملفات دي الناس العالقين. فتم استدعاءنا إلى البرلمان في 12 شهر 2021. وفعلا تمت مناقشة الملف السوري والعراقي. إذن إحنا يفشكا نقولوا هاد الأطفال والنساء. يعني النساء والأطفال الأمهات يعني. هاد الأمهات داخل المخيمات. إذن شنو هو هاد المخيم؟ هاد المخيم هو رواق من أروقة الجحيم. رواق من أروقة الجحيم. استعباد، استغلال. يعني دوك النساء عايشين دائما وأطفال دائما داخل رعب. يعني دائما عندهم مداهمات ليلية من طرف عساكر القوات السورية الديمقراطية. يعني تيجوا وتفتش تجوج الليل تلاتة الليل تيدخلوا. الخيام لا يحمل دستور يعني كما يقولون مسريين. كيدخل كيفتش يقدر يزول يدفع العيال. هيدا نعسين الوليدات في هذا. تينو دو مخلوعين بالليل. إذن خصوم يفتشوه. وعاد صريقات يعني أي حاجة توفرو عليها مساكنة المياه إلا وكيدوها كيدوها لهم. زائد هاد شي كاملا نصوه هاد الخيام هدي. عشنو هي هاد الخيام؟ هي خيام مهترئة. لا تحمي من حرارة الصيف الخانقة ولا من برودة الشتاء القارس. يعني اش غد تحميك الخيمة وانتير في دو خمسين درجة؟ اش غد تحميك الخيمة؟ اش غد تحميك الخيمة وأمطار؟ يعني احنا يفاش كطيح ديك الأمطار كيف سقوليهم حويجهم؟ تخيل البرد والجوع وفازق. كي غد يكون هاد الولد؟ كي غد تكون هاد الأم هادي؟ كي غد يكون إحساسهم؟ إذا في الوقت اللي الأطفال راهم في المدارس ديالهم الأطفال راهم كي لعبوه الأطفال راهم كتجبر حنا وليدات صغارين عندهم تمايا. كتجبر وليدات صغارين كي قوموا بأعمال سخرة. باش يضمن القوت دياله إلي قدر. إلي قدر. إلي قدر يوفروا. لأن مثلا كي نتميه محتجزات اللي هما ميسورات خصوصا الأجنبيات تركيات. دول أوروبية دول أمريكا. يعني تكونوا تجيوهم حوالات تجيوهم فلوس يعني تكونوا ميسورات. إذا خصدوك الولدات غديمشي إما غديمشي يسقي الماء. وحد المسافة كبيرة والبيدوناد المو كاروسة ودافعوه والولد صغير. باش ياخد ليرات قليلة باش معرفش وجي تجيبلو الخبز ولا ما تجيبوش. كينين أطفال اللي هما مسؤولين على الأمهات ديالهم. أمهات ديالهم مراتين. إما كين اللي ضربات جاتها في أي أحداث الباغوز. كينلي جات شضايا صاروخ فرجلها زحبها. كينلي عندها رصاصة بقى دخلة عندها في الجسم ديالها كتعاني منها. يعني حالات كثيرة حالات كثيرة يعني منهارة. وما كينش الأدوية. ما كينش أطيباء. ما كينش. وما عداش الحق باش تخرج لديك المخيم. كتقيل تمشي عندهم وتعاود. بغيت نمشي للطبيب رانا صبحت المريطة راهدا. ما كيخسروه لا ما كينش الطبيب. ما كينش يدوه. هاد الأطفال هادو والنساء تما كيشربوا الماء الملوت. أنا ما عداش إمكانية هي باش غتشري الماء المعديني. إذا الماء ملوت يعني شنو كتشرب الماء الملوت. يعني دائما متعرضي للأمراض. تيعاني من الأمراض الجهاز الهضمي. الأمراض الإسهال. سوء التغذية. يعني حالة صحية منهارة. أضف إلى ذلك. كنا هاد النساء المغربيات اللي كينين تميها. كينين هاد النساء هادو. يا إما هما مشاو. يعني مشاو تابعين الأزواج ديالهم. يا إما مشات مرافقة الزوج ديالها. يا إما مشات بلا خبارها. ما عارفاش رسقها لها رجلها. يلا مشوا لتوركيا. غدوزي شهر العسل. ومن شهر العسل صدقات رسا في الحرب. جبرات رسا في وسط سوريا. ما عندهاش كيفاش تراجع. كينين قليل 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 اللي كتجبر. اللي هما مشاو بوحدتهم. يعني مشاو مقتنعا باسمتهم. مشات بمحض الإرادة ديالها. كين عندهم تمياء الزواحف والقوارض. شحال من طفل مات بلا سعة. أو بديلت عقاريب ديال زواحف نعم. إذن زيد على ذلك الحروق. أنا شفت حالات ديال طفل طفل محروق. وعدنا الصور دياله. تخيل طفل صغير. ناعس في الخيمة. وما كيعطيهم واحد الميدفاءة. هاد الميدفاءة ما كتدفئش يحتى على راسها. ما كتتسخنش يحتى على راسها. فيها واحد الغاز ملوات. غاز ملوات. يعني إلى شعلات واحد المدة. كتنفاجر. ساعة اللي كتنفاجر كتمشي الخيمة. تخيل طفل طفل صغير. غادي يفلت ببوح ديته من أسرة. غا تمشي فيها الأم دياله. واختول كبيرة. واختول اللي صغر منها. وهو الوحيد اللي غادي يفلت. ولكن فلت ذاك الطفل بكل حروق. كل دات دياله مسلوخة. احنا عدنا الصوار. عدنا الصوار دياله. كله كله. وبقى فجا وجبرول تفحمة الخيمة. قدرو ينقضوه هو بوح ديته. عداه سبعة شهور. وهو مسيب في المستشفى. ديك المستشفى تمام مسيب. ما كانش اللي اسميته. حتى شافتو شي وحدة. واخدعتو شي مرات ما يوم قابله. يعني كيف هاد الأطفال هاد. يعني فينا هو الدين الإسلامي فيه. فينا هي الرحمة اللي جبيع الإسلام. هذا وضع النساء. فما بالك وضع الرجال. داخل زنازين. داخل سجون. يعني سجون يعني في واحد المناخ. يعني في ظروف مناخية قاسية. لا سواء في الصيف شديد 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 الحرارة. ولا في البرد الشديد شديد شديد البرودة. إذا هاد هاد الناس داخل. داخل زنازين يعني. إذا هني هاد شي أدى الانتشار مرض السل. مرض السل داخل بين السجناء. وأدى إلى وفايات كثيرة. بالإضافة إلى كوفيد. كوفيد 19 كان عندهم تمامية داخل السجن. دابو حني المشكل أن العائلات. الكثير من العائلات. يعني ما عارفين حتى شي حاجة على أولادنا. ما عارفين هم شوش أحياء ولا أموات. حني سمعنا بلغنا من واحد المصادر دينا. أنه كانت وفايات في السجون. من جراء إمام كوفيد إمام السل. وصفوف في صفوف المغاربة. ولكن شكول لي مات شكول لي باقي. الله أعلم. إحنا ما عارفين شي حاجة. لأن علاش ما بقوش يسمحوا للصليب الأحمر باش يدخل. باش يدخل عندهم تماما. على الأقل كان يدخل تماما. كانوا يدخلوا أدوية. كانوا يدخلوا لنا. يجيبوا لنا رسائل. كان نعرفوا الأخبار دي الأولادنا. لأنه كان تذكير رسائل مصدر وحيد. الطمئنان عليهم. نشير بأن هاد النساء هادو. وهاد الشابب هادو. لأنهم عملوا مراجعات. لأنهم ندموه. وللأ الأمل الواحد ديالهم هو يرجعوا لبلادهم. مشاوا وشافوا ذاك الوضع. مشافوا وشافوه ولمسوه وعرفوا الحقيقة. وعرفوا أنهم هاجروا من أجل الصاراب. عرفوا أنهم كانوا ضحية دياله. بروباغاندا ما عارفين هاش إحنا يشونه. الأمل ديالهم هما يرجعوا لبلادهم. عرفوا رسهم بأنهم غلطوا. الكثير من النساء ما تقول لك إحنا ما مشينا شي. إحنا ما عملنا شي حاجة. ما حربنا ما هزينا السلح ما عملنا شي حاجة. مشينا لتم كنا قلتين في الضيور ديالنا. الأولاد والشباب اللي كانوا كيرسلوا الرسائل اللي معنا إحنا يو كانوا رسلوا رسائل. كلهم كلهم بدون استثناء. كلهم كيقول لك إحنا خصنا رجعوا لبلادنا. من بينهم أنا الرسائل اللي جوند الإبن ديالي. كيقول لي أنا كانت مننا نرجع لبلادي. أنا آخر تواصل كان مع الإبن ديالي نهار 21 في شهر واحد 2019. كانت آخر رسالة. هذه كانت تواصلني فيها غير الكاشة ديال صليب الأحمر نحن بصحة جيدة. لأن ما كانش الوقت ديك ساعة ما كانش الوقت عن صليب الأحمر باش يدور عليهم بحل الأول. ويبقي ياخد كانوا في الأول في قبل. أنا ولديت تعتقل 2018. يعني كان باقي الوقت ما يكنوا كيدخلوا. كانوا باقي نخفافين تما يكيدخلوا. صليب الأحمر كيقلس معهم وكيكتبوا رسائل بيدهم وكيصر دومنا. ولكن 2019 عمروا السجون بزاف يعني تصلي بالأحمر كيقلس ما بقينا شي مقدرا. ومع كوفيد كانوا منوعين عاود باش يدخلوا الداخل. يدخلهم ويحكمهم هنا هناك. وانشوفهم بعدها غير نشوفهم. مهاش يصري ذهة ويسوف المثال غير نشوف. غير نشوف ف 준비. مع residentsulungين لهم ف 있어 ما يكيد. لا يكيد الغرف معنا عائد من وجود والأحمر كيقرر analyst. مهاش يفهم بأس شده معنا عمشت! قلوا الحديد وحشتك ستنشوفك وعنقك قاعد نشوف قاعد نشوف الله ياخذ فهم الحق الله ياخذ فهم الحق في حقه هنا وحققه هنا وحمقوهم الله يأخذ حقنا وحقنا الله يأخذ فيهم الحق ماذا حقوش يقلب دلولدين ديكو مرهما كينش الشي هذا غير بعشرة الشي هذا ما فيه تحاجة الشي هذا غير كيتحكوا على أولاد الناس اللي كيتشوفهم أولاد مقين كيبغاوا يلعبوا بهم أو تشي اللي كين الله يحنن نقوله ووصل هذا الشي ووصل هذا الشي للمالك ونحكوه ونحكوه وحين قلبهم عليهم يجيبوا رسالة ديالين الشباب قلوا مولا ديقصوا أحدا والديكم فهمتي؟ راهد شي ما فيه شي المنفعة وإلا غا تجاهد جاهد أحدا والديك وعمل حيات ديالك واستقر مع والديك وإلا كان شي حاجة مكتبة مع انضلات تكون بعد أحدا والديك يشوفه كنت هنا تشوفوا أليدك دهما هم محروقين علينا وإحنا محروقين عليهم ودهما كانت مننا من المسؤولين جلالة المالك يشوف من حالنا راحنا.. كثير منهم فهمتي لحسنا ما كان عرفهم شي واش ميتين واش بالروح واش طريلهم شي حاجة دفا لو كنا عرفنا هم ميتين أنا علي الدين ربي نقول الحمدلله هاتش اللي قدر علينا ربي ولكن دفا بهاد الحالة دي معلقين حناية كثير من أي واحد الولي دي مساكنه ما اللي معلقين قلوا أفضر الدين خليتيني محروق عليك وكنت مننا نشوف القارئ والله ربي يلاقيني به ما حدي بقى بالروح وعلى الله ربي هات المسؤولين يحنو علينا وجلالة الملكة هو يشوف من حالنا كما يقول هو الوطن غفور الرحيم تاوما هاتوا يرحمهم تاوما غلطوما شي ما غلطوش احنا ما قلوش ما غلطوش يحاكموهم انا ما قلوش يجيبوا لي غي يجيبوا لي سيكي دانتر لا يحاكموهم يعملوهم اللي يبغوا المهم يجيبوهم والآن الحمدلله الميلة في يد الدولة واحنا كنتظروا كنتظروا إن شاء الله الدولة تعطي الأوامر ديالها من أجل ترحيل النساء والأطفال ومن ثم غادي نبدأوا المعركة الثانية هي اللي احنا بصدد إعداد براميج يعني جديدات كتخص الشباب يعني نحاولوا نوصلوا الصوت ديالهم كيف ما استطعنا نوصلوا صوت النساء عن طريق المؤسسات الدولة وعن طريق المؤسسات التشريعية ونحن في انتظار يعني تشكيل الحكومة الجديدة لنرى مع من سنتعامل وأخيرا يعني رسالتي للحكومة الجديدة فأنا كنت أطلب من هذا المنبر هذا أنهم يعجلوا يعجلوا بترحيل النساء والأطفال والشباب يعني ويحاولوا يدمجوهم دخل المجتمع لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا إحنا مقبلين على فصل الشتاء يعني فصل الكوابيس فصل الحرائق فصل الأمطار الغزيرة فصل برد القارس يعني وفئة هشة داخل خيام مهترئة إذا تعاني الأمرين كان طالبه يعني وإحنا مقبلين على موسم يعني دخول مدرسي دخول الأطفال اللي تم يعني يجيوا وندمجوهم داخل المدارس يعني يعني مدارس تتحتضنهم وتنتاج لهم من الجهل اللي كيتخبطوا فيه تم مايا وكل ما أسرعت الدولة يعني بحل هاد الملف أو بترحيلهم إلا وكان في صالحهم لأن مرور الوقت قد يجعل هذه الفئة يعني مشروع إرهاب جديد إذن هنيا وما نسوش إحتى الشباب هنيا في تنصيقية كندفعوا للشباب المغرر به الشباب الغير المتحزي الشباب اللي ما عندوش ليمشاء ضحية ليمشاء ضحية ما مشاش بهدف قتالي أو مشا بهدف جيال مشاوا وصوروا لوحد الوضع أنهم ناس في سوريا إخوانهم كيموتوا وخصوم يدفعوا لهم وخصوصا أنه كانت مؤتمرات في الدول العربية وكان دعوة إلى مساندة الشعب السوري يعني كانوا برامج اللي كانت تقلب لهم المخدية وإحنا ما كناش يعارفين إذن إحنا عدنا ثقة كبيرة في الدولة دينا المغربية عدنا ثقة كبيرة في جهاز المخابرات دينا اللي عندو مكانة الحمد لله مكانة عالمية يعني وإحنا مطمئنين وإحنا نعيشوا في دولة الاستقرار والآمان وعدنا دولة قوية في هذا المجال خصوصا في مجال محاربة الإرهاب والتطرب ومن هذا المنبار أتقدم بالشكر للسلطات المغربية التي تسعى إلى حل هذا الملف وعلى رأسهم جلالة الملك نصره الله وأياده وأبقاه ملاذا آمنا لمن سدت الأبواب في وجهه وشكرا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد